في سعيه لتطوير وزيادة حصته في أسواق النفط العالمية يسعى العراق لاستقطاب شركات عالمية مثل بيتروتشاينة الصينية وإكسون موبيل الأمريكية للاستثمار في مشروعات جديدة على أراضيه تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للحقول الصغيرة في جنوب البلاد وتعمل شركة نفط الجنوب التي بدلت اسمها لنفط البصرة على تطوير مشروع متكامل يدعم قطاع النفط هو مشروع جنوب المتكامل اللي كانت بحثة وزارة النفط مع لجنة مشكلة من وزارة النفط وشركة نفط الجنوب ما بين إكسون موبيل وبيتروتشاينة المقاولين العالميين وحاليا تحت المناقشات ويبلغ إجمالي إنتاج تلك الحقول حاليا 240 ألف برميل يوميا من النفط وتخطط الشركة إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 350 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي وصلنا إلى مرحلة أن هذه حقول الجهود الوطني لا بد من تطويره لا بد من النهوض به يعني أسوة بالحقول الأخرى أو تعرف العراق اليوم هو المورد يطلب زيادة في الموارد المالية زيادة الموارد المالية هي عباءة هي عن طريق زيادة الإنتاج وزيادة عمليات التصدير وهذا كل مطلوب من عندنا ومن حقولنا نريد أن نتوصل إلى فتصيغة جديدة أو أخرى بالتعامل مع المقاولين التغير التغير اللي صار طرأ على مستوى سعر النفط هو اللي يخلاننا أنه نوعي لهذه الحالة وندخل هذه الحقول في هذه العامة الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 عرقل قدرة بغداد على تمويل عمليات تطوير الحقول النفطية مما دفعها لجذب استثمارات أجنبية الضرف الحالي والإمكانيات المالية للبلد فتحتاج موولين تحتاج مشاريع بالآجل تحتاج كثير من الأمور هذه الأمور قاعدت تدرسها سفنيا حاليا هي الدراسة فنية لما موجود على واقع الحقول على واقع المشاريع المستقبلية بالحقيقة بعد إكمال الصورة الفنية لهذه الحقول هناك أيضا مناقشات واجتماعات حول الأمور التعاقدية والأمور المالية وتشكل مبيعات النفط 95% من إرادات العراق وقد تضررت بشدة بسبب هبوط أسعار النفط دون 40 دولار للبرميل